مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عالت لكم حلوك جدا روعة والأغلب يحبوا طبعا كريم كراميل بس مش أي كريم كراميل كريم الكراميل المطبوخ بالبيت وكده زيلناه كمان بالفواكه وخليناه سادة وعشان تشوفوا كريم الكراميل كيف وطعمه كيف لديد وإنه دايما دايما المطبوخ يعني كريم كراميل حق البيت يكون طعمه غير اللي مياكوش كريم كراميل الجاهز هذا اللي باكتات بعلب بياكل كريم كراميل حق البيت وخليناه نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير هنا عندي كوبين حليب سائل يعني نص لتر وعندي كمان ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة ممكن تتخدموا قشطة ضد تاق أي قشطة وسكر عندي ثلاث ملاعق كبيرة سكر وثلاث بيضات متوسطة وممكن بيضتين كبيرة تمام وعندي كمان ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا وأني دايما عشان كده أعطي له لون أصفر يعني زي الكريم كراميل الجاهز أعمل الصبغة ورشة بسيطة من الملح وخلطه تمام بالخلاط لازم تخلطوه بالخلاط بعد كده صفوه بصفاية عشان يكون ناعم الخليط استخدمت القشطة حق الحليب اللي هنا في مصر اللي طلعي من الحليب الجاموسي أو اللبن الجاموسي بس أنتم قدروا استخدموا أي نوع قشطة يعني ثلاث ملاعق يكفي على هذه الكمية هذه الكمية تجبلكم تمام زبديات أو تمام مطايب صغيرة أن يفضلكم أنكم تحطوهم مطايب صغيرة تمام هنا عندي نوسكوب سكر أكرمله على النار من غير ما تحركوا وأفضل حاجة تكرمله فيها السكر هو المعدن أو الستين ستيل ابعدوا من التيفال والقرانيت لا استخدموه زي كده يعني وكونوا بس تحركوا من غير تقليب أول ميدوه كده تحسونه تقانس خلاص تقلبوه بالملعقة يعني لما يكون خلاص يعني حتى مرات ما تحتاجش تحركوا بالملعقة انتبهوا تخلوه تكرمل يعني حقوه غامق لا يعني لون العسل أو الدهب يكون وانتبهوا طبعا هنا ممنوع أطفال في المطبخ وانتبهوا كمان على نفسكم أنا تلسوا عدت لأني أصور وبدت أوزعوا بزبديات قتلكم أو مطايب صغيرة لأنه ليش أحطتوا مطايب صغيرة لأنه يستوي بسرعة لكن لما تعملوا بزبدية يعني أو مطايبة قصدي كبيرة أو صينية كبيرة يطول في الاستواء بالفرن لكن المطايب هذه الصغيرة أو زبدات صغيرة يستوي بسرعة يعني ممكن أخذ مني من 30 إلى 35 دقيقة لكن يعني في الصينية كبيرة أو قالب كبير حق الكيك ممكن يأخذ منكم ساعة ساعة ونص وأكتر كمان فهو يعني الكمية كلما صغرت أو قصمته كلما كان أحسن وكمان حتى يعني شكله أحسن كل واحد يأخذ زبدية أو مطايبة يعني أحس أنه أفضل تكون ولو تعرفوا أن الخلطة هذه حتى وهي كده يعني وهي دستة مستوتش وعادة كده لو تضلقوها طعم رهيب طعم الفنيليا والسكر كده يا بقد رهيب هنا شوفوا دخلتوا الفرن فرن سخنته مسبق التسخين حرارة 200 تمام مش 180 وحطيت ماء ساخن يعني نحن نطبخه على حمام مائي أخذ مني من 30 إلى 35 دقيقة أنا طفيته النار على 30 دقيقة وخلته 5 دقائق بعدين طلعته من الفرن ما شاء الله لما طلعته من الفرن شوفوا كيف تعرفوا النس تواه يكون الوقف متماسك أول ما تشوفوا أنه تماسك الوقف يعني تقولوا هزوها وهي بالفرن تلاقوها متماسكة خلص طلعوها لا تخلوها شكتير بالفرن تنشف وخلص خلوه تبرد تماما بعد دخلوها بالتلاقة لثاني يوم أو أربع ساعات أقل حاجة لازم تبرد تماما وخلص هنا ثاني يوم ما شاء الله إشاء كلكم رهيبة وتشوفوا ما شاء الله كيف تطلع لا تتكسر تطلع كيف وصدقوني أنه كريم كراميل للبيت أو نحن نسميه بودينغ الفرن ألد بكثير من اللي ناخده جاهز وصراحة اللي ما قربش كريم كراميل للبيت أو البودينغ فاتك كثير كثير أقدر أقول وطبعا أني أحب أكله مع الفواكه أقول لكم مع الموز والفراولة وكمان لو عندكم في عندكم كيوي أو خوخ كمان الطعم رهيب كده تحسوا أنه طبق حلو وغني بشكل مش طبيعي ممكن هذا يعني صراحة بقول لكم هذا طبق السعادة لما أكون كده طبشانة زعلانة ضيقانة أعمل لي كده طبق وزينه يعني كريم كراميل كده مع الفواكه يعني المزاق تبعي يتغير 180 درجة مش عارف أحس باستعادة لما أكل ده الطبق أشوفوا بس القوام يعني أني ما تكلمش الفيديو يتكلم شايفين كيف تخيلوا أنه هذا أنتم تعملوا في البيت مستحيل لو قربتوا مستحيل عاد تشتروا من برع وكده وأتقنتوا قربوا هذة الطريقة جدا رهيبة وكمان بودنج البيت أو كريم كراميل اللي بالفرن فيه كثير يعملوله يعني كل واحده طريقة فيه بعضهم يضفوله حليب الشاهي أنا مرات أضيف فيه بعضهم يضفوله يعني أشياء تانية وبعضهم بس بيض وحليب من غير القشطة وفانيليا وسكر وخلاص وكل واحد له طريقة وكله حلو صراحة كله حلو كل واحد له متميز فيه بعضهم يطبخوا بقدر الضغط فيه بعضهم يطبخوا على النار في البخار على النار يعني يقبوا قدر البخار ويطبخوا فيه كل واحد له طريقة وأني هذي طريقتي ومرة تشوفوا أني قربتها بقدر الضغط كمان حلوة وكمان قربتها بالقدر العادي كمان حلوة إن شاء الله فيما يعني في الأيام القادمة أو فيما بعد بنعمله مع بعض بالقدر الضغط وكمان بالقدر العادي بالعافية ليه ولكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت سحل منكم وشوفوا معي أجواء مصر وشوفوا كيف المسحرات لما يصحين احنا موسيقى 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 يهودا صحي أنالك واحدة فأصري ضعك إسعى أنالك واحدة إسعى أنالك إسعى أنالك اصحى يا نايف واحي نجير اشكاد الله ومدراء السريف